قال شهود والجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت فلسطينيين مسلحين في اجتباكات بالضفة الغربية المحتلة اليوم وأضافوا أن أحد القتيلين هو إبراهيم النابولسي القائد الكبير في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح والمدرج منذ فترة طويلة على قائمة المطلوبين لإسرائيل ودارت معركتهم بالأسلحة النارية مع القوات الإسرائيلية استخدمت فيها أيضا صواريخ محمولة على الكتف وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن تواقمها نقلت من موقع الاشتباكات أكثر من 30 إصابة بينها أربعة بحالة خطيرة